تتوالى التحذيرات في العراق من كارثة صحية مدوية من جراء تسارع وتيرة الإصابة بفيروس كورونا التحذيرات تأتي ليس فقط من تزايد معدل الإصابات بشكل ملحوظ ولكن بسبب عدم قدرة النظام الصحي في العراق على استعاب الإصابات أو بالأحرى عجزه عن مواجهة الوباء نتيجة انهيار المنظومة الصحية التفشي السريع للفيروس خلال الأيام الماضية رفع مجموعة الإصابات إلى نحو 7500 حالة وفق إحصائيات وزارة الصحة التي أشارت إلى 235 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس وفيما فرضت الحكومة حظرة تجول شامل ومشدد خشية تفشي الجائحة أكثر فإن أصحاب الدخل المحدود هم الضحايا الأكثر تضررا من جهة اعتمادهم على العمل اليومي لكسب قوتهم وعدم قدرتهم على الحصول على الرعاية الصحية الكافية من جهة أخرى بينما ظلت تعهدات الحكومة بتوفير الإعانات المالية لمستحقيها مجرد كلام للاستهلاك الإعلامي ضاعت وسط تحذيرات من كارثة حقيقية تتهدد العراق بسبب الوباء حسب تعبير رئيس خلية الأزمة لمواجهة كورونا ونائب رئيس البرلمان حسن الكعبي ويعاني نظام الرعاية الصحية في العراق من أزمة هائلة فهناك نقص في الأدوية والمعدات الطبية وفي أعداد العاملين القائمين على الرعاية الصحية حيث يعمد الأطباء للهرب إلى الخارج وتفتقل المراكز الصحية لأبسط وسائل الإسعاف والرعاية وطوال 17 عاما من الموازنات الضخمة ضاعت فرص توسيع نظام الرعاية الصحية وإعادة بنائه بسبب الفساد الذي حول الكثير من مؤسسات الدولة وبنيتها التحتية إلى أثر بعد عين جريمة أخرى تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبتها السلطة بحق الشعب العراقي فالاهتمام بالقطاع الصحي لم يشكل أولوية للحكومات المتعاقبة ما جعل المواطن يدفع اليوم أثمانا مضاعفة لتعيش البلاد أزمة مركبة صحيا واقتصاديا واجتماعيا كنتيجة حتمية للفساد والفشل السياسي والإداري